طلابنا الأعزاء في الصف الأول الثانوي الأدبي يعطيكم العافية الآن وصلنا إلى آخر درسين من بحدة المتتاليات والتسلسلات للصف الأول الثانوي في باتة الرياضيات بالفاصل الثاني الآن إحنا أخذنا عن المتسلسلات الحسابية ومجموحها الآن مجموح المتسلسل الهندسية المنتهية في عندي رح أخذ بعديها مجموح المتسلسل الهندسية الغير منتهية منتهية يعني عدد الحدود معروف أكم هو وقيمة نون معروفة بالحد الأخير الآن إحنا هذا الدرس بس نعرف شغلتين مهمات لما تكون عندي المتسلسل الهندسية منتهية نستخدم أحد القوانين الآتي الموجودة أمامي القانون الأول ألف بين أقواص را للقوة نون ناقص واحد على را ناقص واحد أو ألف نون إمتى باستخدم ألف نون لما را تكون تساوي واحد وإمتى باستخدم القانون الأول لما تكون قيمة را لا تساوي واحد الآن كل هذا الدرس بس أنا بدي أحدد قيمة را في السؤال اللي عندي بناء عليه بحدد الخطب التاني أي قانون دا استخدمها در القانونين وبطبق على القيام الموجودة عندي الآن قلنا نشوف السؤال الموجود عندنا تدريب واحد صفحة 161 جد مجموعة بكل متسلسل هندسية حدها الأول 81 وأساسها تلت وعدد حدودها أربعة الآن أول شي الأساس تلت إذن مش واحد اللي هو را رح أستخدم القانون الأول إذن جيم نون بكتبت النون أربعة ليه؟ لأنها منتهية وأنا بدي أوجد عدد الحدود الأربعة يساوي ألف را للقوة نون ناقص واحد على را ناقص واحد وتساوي الآن عمل هي الطاوض بدنا نعوض ألف إيش قمتها الحد الأول؟ 81 را الأساس أكم قيمتها؟ تلت للقوة نون نون اللي هي أكم؟ أربعة ناقص واحد على را أكم؟ تلت ناقص واحد الآن بدنا ننتبه أثناء الحل إلى عملية التعويض والانتباه للقسور وكيفية التعامل معها أول شيء واحد على ثلاثة للقوة أربعة إيش يعني؟ واحد على ثلاثة للقوة أربعة يعني الأربعة موزعة على البسط وعالمقام وثلاثة للقوة أربعة هي الثلاثة مكررة أربعة مرات وهي تساوي 81 بنعوض ألف معطيني إياها 81 تساوي عفوا أو ضرب را إيش قمت را؟ تلت للقوة أكم أربعة اللي حكينا عنها واحد على واحد تمانين خلينا نعوضها مباشرة واحد تمانين الآن ناقص واحد على تلت ناقص واحد ننتبه ده واحد المقامات عشان هنا إني أطرح هون مقام واحد دخلي واحد تمانين ضرب واحد تمانين ضرب واحد تمانين البسط والمقام هون واحد درب تلات درب تلات يساوي واحد تمانين ضرب واحد ناقص واحد وتمانين سالب تمانين على واحد وتمانين على واحد ناقص تلات سالب تنين على تلات الآن هنا في عندي ضرب بقدر أختصر واحد تمانين مع الواحد تمانين شو بقدر عندي سالب تمانين على سالب تنين على تلات قسمة تحول إلى ضرب والكسر في المقام بقلبه سالب تمانين ضرب تلات على سالب تنين وتساوي سالب تقسيم سالب موجب عتنين واحد عتنين أربعين صفر مئة وعشرين إيش هي هاي مئة وعشرين مجموع الحدود الأربعة الأولى هيك أوجدنا مجموع الحدود الأربعة الأولى إذن بس أنا حددت المطيات حددت القانون اللازم أستخدم وبناء على إنه را لا تسابي واحد عوضت في القانون ورعية العمليات اللي أنا لازم أعملها طيب خلينا نشوف كمان فرع لما يكون عندي أنا هون حد الأول أربعة والأساس واحد عدد الحدود خمسين محدد للأساس واحد من الأساس واحد يعني را تساوي واحد هيك حالة لازم أعود أنا على القانون التاني لما تكون الأساس واحد اللي هو ألف نون عدد الحدود أكم خمسين مجموع الحدود الخمسين الأولى ألف في نون ليش لأنه أنا عندي را تساوي واحد ألف أربعة نون خمسين صفر ميتين طيب نشوفنا مالتالي من الأسئلة الآن بس عملية تكرار وتعود على القوانين حتى إني أنا أقضر أوجد سؤال التاني تدريب 2 صفحة 162 جيت مجموعة الحدود السبعة الأولى للمتسلسلة الهندسية أول شي أنا بدي أوجد مجموعة الحدود السبعة الأولى ألف تنين را تساوي سالب أربعة على تنين وتساوي سالب تنين إذن را سالب تنين مش واحد ضعود على القوانين الأول اللي هو ألف را للقوة النون ناقص واحد على را ناقص واحد وتساوي عملية تعويض ألف اللي هي تنين را حكينا عنها أكم سالب تنين للقوة نون هي سبعة ناقص واحد على را سالب تنين ناقص واحد وتساوي تنين سالب تنين للقوة سبعة حكينا السالب تنين المكررة سبعة مرات إذن سالب تنين للقوة سبعة رح تكون عندي بهاي الحالة مية و تمني و عشرين و الاشارة سالب بس نوضح اكتر سالب 2 و 1 2 3 4 5 6 7 هي 4 4 4 16 4 و 2 رح تطلع عندي مية و تمني و عشرين و الاشارة سالب اذا سالب بية و تمني و عشرين ناقص واحد على سالب تلات نكمل هون بتصير عندي سالب مية و تسعة و عشرين على سالب تلات بطرف بالتلين اتنين في تسعة طمنتاش اتنين في اتنين اربعة و واحد خمسة اتنين في واحد تنين على سالب تلات و يساوي موجب 25 على ثلات انا عندي هون تمني تمني في ثلات اربعة و عشرين باليد واحد 18 على ثلات ستة مجموع الحدود السبعة الأولى هيك أوجدنا القيمة المطلوبة طيب خلينا نشوف كمان نمط أسئلة تانية الآن عندي انت سلسلة 2-1-1-4-8 أول شي نرجع بنحدد قيمة را تساوي 1 على 2 وتساوي نص أو نص على 1 وتساوي نص إذن تساوي را ألف تساوي 2 إذن طالب من مجموع الحدود السبعة الأولى نستخدم القانون طالما را تساوي نص مش واحد ألف را للقوة نون ناقص واحد على را ناقص واحد تمام بدي أعوض ألف قيمة 2 را حكينا نص نون لرقوة 7 ناقص واحد على را هي نص ناقص واحد تمام الآن احنا حكينا انه هون دوزع على البسط وعلى المقام بصير 2 للقوة 7 1-2-3-4-5-6-7 2-4-4-4 16 حكينا 2 للقوة 7 128 وحلناها الآن 2 1 على 128 ناقص واحد على نص ناقص واحد سالب نص وتساوي 2 هون را حتكون عندي 1 على 128 ناقص 128 على 128 سبل توحيد المقامات سالب نص 2 1 ناقص بصير ناقص 127 على 128 على سالب نص وتساوي كان اقصر هون 1-6-4 تساوي سالب 127 على 64 تقصيب نص ضرب 2 على سالب 1 وتساوي كان اقصر 1-3-2 وتساوي سالب 127 على 32 ثم نحن سالب صارت موجب إذا مجموع الحدود السبعة الأولى يساوي موجب 127 على 32 لو بدأ أقسم 127 على 32 خلينا نجرب 127 على 32 خلينا نجرب 3 3 في 2 6 3 في 3 9 ناقص هون 1 طيب 12 ناقص 9 في 2 3 إذن بتساوي 3 صحيح 31 على 32 مجموع الحدود السبعة الأولى مثل ما هو واضح عنه تمام الآن نيجي نشوف الفرع اللي بعده طالب مني نجد ناتج سيجما نون تساوي 1 للخمسة الحد النوني 81 ضرب 3 للكوة نون ناقص 1 هون هو مش محددلي حسابية ولا هندسية انتبع عشان هيك لازم نوجد الحدود الثلاثة الأولى أشوف هاي نوع المتسلسلة حسابية ولا هندسية واستخدم القانون المناسب لها حسابية لها قانون هندسية بدأ شوف قيمة رأى أكم وأختار القانون المناسب لها للمجموع طبعا هي منتهية للخمسة طيب نوجد الحد الأول ويساوي الأول يعني ندعود مكان نون واحد 81 في 3 للقوة 1 ناقص 1 1 ناقص 1 صفر 3 للقوة 0 واحد إذن 81 الحد الثاني 81 ضرب 3 للقوة 1 3 في 81 3 3 في 8 24 الحد الثالث هو يساوي 81 في 3 للقوة 3 ناقص 1 3 تربية 9 في 81 89 9 في 82 طيب الآن بدي أشوف بدي أوجد قيمة رأى وتساوي أدأشوف 243 على 81 هل كم رح تكون عندي رح تكون عندي 3 طيب حابين نتأكد نجي هون 243 على 81 بنشوف البس هل بقوة القسمة على 3 ولا لا 3 خمسة تسعة تحت بقوة القسمة على 3 على 3 على 3 8 81 على 3 8 على 3 هي عندي 2 ظل عندي 2 21 سبعة برضو تبقى القسمة على 3 طيب تنين عندنا هون 2 7 على 9 27 على 9 ثلاث وهي تساوي قيمة رأى الآن شونا نعمل نحوض مجموعة الحدود الخمسة الأولى ألف را للقوة النون ناقص 1 على را ناقص 1 بلاينا تلعت عندي هندسية تمام ويساوي ألف أكم عندي 81 را أكم 3 كونون 5 ناقص 1 على را أكم عندي حكينا 3 ناقص 1 ما تنساوي الآن 3 لقوة 5 شو يعني تكررت 5 مرات 2 3 4 5 طيب إذا 3 لقوة 5 راح تكون عندي 200 و 3 3 و 40 9 9 81 3 200 81 3 72 3 24 24 طيب نكمل 81 هون 243 ناقص 1 على 2 81 242 على 2 بدأ أضرب المتين 242 ضرب 81 وأقسمهم على 2 هون شاء نكون لنا ماضح نكون بعملية الضرب نجي هنا 22 42 ضرب 81 1 2 2 1 4 4 1 2 2 0 8 2 16 8 4 32 33 8 2 16 3 19 2 10 3 5 6 19 إذن هو يساوي 206 9 1 2 كان أقتصر أقسم 9 8 0 1 مجموع الحدود الخمسة الأولى واضح دماغ خلينا نشوف أسئلة تانية عنا غير هاي الأسئلة الموجودة معها هاي الأسئلة السؤال أورو 1 6 سؤال الأول صفحة 164 جد مجموع ما يأتي الحدود الخمس الأولى في المتسلسلة الهندسية التي حدها الأول 128 وأساسها أربعة طيب مجموع الحدود الأساس أربعة مش واحد إذن مجموع الحدود الخمس الأولى يساوي ألف را القوة والناقص واحد على را ناقص واحد ويساوي 128 را هي أربعة الكوة خمسة ناقص واحد على أربعة ناقص واحد ويساوي الآن أربعة لقوة خمسة أكن لتكون عندي ماذا يعني أربعة لقوة خمسة؟ واحد تنين تلاتة أربعة خمسة 16 16 ضرب أربعة ستطلع عندي الجواب بالأخير ألف وأربعة وعشرين طيب بعدين نيجي هون تمانية تنين واحد ألف وأربعة وعشرين ناقص واحد على ثلاث ويساوي ناقص واحد ضرب تنين في واحد تنين صفرين تلات اتنين صفر واحد اجمع أربعة أربعة تاش سبعة تمانية تسعة عشرة تلاتة واحد هاته ادى يساوي تسعة صفر تلاتة واحد على تلات ويساوي قسم على تلات عندي أربعة أربعة في تلاتة اتناش في عندي هون تلات تلات تسعة تسعة ساتتاش على تلات في عندي أنا هون ستة في تلات تمنتاش برضو في عندي أربعة ثلاثة في أربعة أطناش أربعة وعشرين على ثلاثة عندي ثمانية مجموع الحدود الخمسة الأولى تمام؟ نشوف كمان والتالي من الأسئلة الحدود الستة الأولى في المتسلسل الهندسية اللي هو معطيني إياها هاي ألف ده أوجد قيمة را ثلاثة على واحد ويساوي ثلاث بايضا أنا أضطر أستخدم القانون الأول اللي هو مجموع الحدود الستة الأولى ألف را للقوة نون ناقص واحد على را ناقص واحد ويساوي ألف اللي هي واحد را اللي هي أكام قيمتها تلاتة للقوة نون اللي هي الستة ناقص واحد على را اللي هي تلاتة ناقص واحد ويساوي الآن إحنا بنا نعرف تلاتة للقوة ستة أكام تلاتة للقوة ستة هي واحد تنين تلاتة أربعة خمسة ستة تسعة 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 9 في 9 81 81 في 9 ستطلع عندي 3 للقوة 6 729 729 نجي هون 1 في 729 نقص 1 على 2 طبعا 1 ضرب 728 على 2 هون 7 على 2 3 12 على 2 6 4 مجموع الحدود 6 الأولى هات كل ملخص الدرس الأول كيف نعود شكل مباشر بالقوانين المهم لازم تكون انت عارف ومثقن مهارة انك بسرعة تكون بسرعة مثلا 4 1 2 3 4 5 لالقوة 5 أكم تساوي 3 لالقوة 6 أكم تساوي بسرعة مش متذكر كيف تضربهم على جنب بسرعة كيف تعود وكيف توجد العمليات الحسابية الآن راح أترك إلك انت اتجرب لحالك حل واجب اللي هو فرع جيم من السؤال الأول صفحة 164 والسؤال الثاني صفحة 164 أيضا تطبيق على الأسئلة اللي احنا أخذناها بالضبط ما فيها أي نوع من الاختلاف مجموع من السلسلة هندسية غير منتهية ايش يعني غير منتهية؟ يعني قيمة الحد الأخير مش معروفة أو رتبة الحد الأخير مش معروفة إلى ما لا نهاية الآن أنا عشان أوجد مجموع من السلسلة هندسية غير منتهية بدي أنتبه إنه مجموع من السلسلة هندسية غير منتهية حدها الأول ألف أساسها را إذا كانت عندي را أقل من واحد وأكبر من سالب واحد بطبق القانون جمالا نهاية يساوي ألف على واحد ناقص را بعيد لما تكون را أقل من واحد وأكبر من سالب واحد ألف على واحد ناقص را ألف من هي حكينا؟ الحد الأول ورا الأساس لكن إذا كانت القيم المطلقة لرا أكبر أو تساوي واحد فإنه يتعذر إيجاد مجموع متسلسلة الهندسية رغير منتهية يعني ممكن أنا أجب لك سؤال هل أو أي من المتسلسلات الهندسية رغير منتهية الآتية يمكن إيجاد مجموحة إذا كنت وجدت قيمة را إذا كانت را أكبر أو تساوي واحد إذن ما في إلها حل أو مجموع إذا كانت محصورة قيمة را ما بين الواحد والسالب واحد بطبق القانون ألف على واحد ناقص را فيه هنا سؤال بالكتاب على هاي الفكرة كيف أنا بدي أقدر أحدد إذا كان إلها مجموع أو لا السؤال الأول صفحة 168 السؤال الأول صفحة 168 أي المتسلسلات الآتية يمكن إيجاد مجموحة أنا أعطيكها واجب لكن خلينا نشوف الفرع الأول مثلا كيف بدي أوجده؟ بدي أوجد كم ترى؟ 100 على 200 نص 50 على 100 نص النص مالها النص محصورة ما بين الواحد والسالب واحد إذن بقدر أوجد مجموحة طيب نجيب الفرع الثاني واحد تلاتي تسعة تلاتي على واحد تلات تسعة على تلاتي تلات تلات طيب ما لها التلات؟ التلات بلاحظ القيم المطلقة لها أكبر أو تساوي واحد إذن هذه المتسلسلة الثانية ما بقدر أنا أوجد مجموحة لا يوجد لها مجموحة وهذا كان السؤال معكم ماجب هيحلينا من الفرعين ضل الفرع إليك الآن نجي نكمل كيف أنا بدي أوجد المجموح لهاي دا النمط من المتسلسلات؟ جد مجموحة كون متسلسلة هندسية غير منتهية مما يأتي عشر، اتنين، اربع عشر، ثم العشر إلى مالة لهاي مبينا لها غير منتهية مما يحكيلي طب هل هي هندسية ولا؟ بقدر أوجد قيمة راء تنين على عشرة خمس طيب أربع عشر على تنين أربع عشر على تنين أربع على عشرين وتساوي تنين على عشرة وتساوي خمس تساوي راء فهي هندسية وقيمة راء خمس مال الخمس؟ الخمس هي أقل من الواحد وأكبر من السالب واحد إذن بتبقدر أوجد أو فيه لها حل كيف أقدر أوجد المجموع؟ جيم ما لا نهاية يساوي حكينا ألف على واحد ناقص را دائما بيك حال ألف إيش قيمتها الحد الأول؟ عشرة واحد ناقص را أكم را خمس عشرة على طبعا ده واحد المقامات تصير خمسة على خمسة ناقص خمس وتساوي عشرة على أربعة على خمسة وتساوي عشرة ضرب خمسة على أربعة على اثنين على اثنين خمس وعشرين على اثنين وتساوي اتناش ونص مجموع هذه المتسلسلة الغير منتهية تمام؟ كيف نتعامل مع عملية الحل؟ طيب خلينا أشوف أيضا نمط آخر من الحل في حالة أني أنا أعطيك سيجما خلينا نركز هون نون تساوي واحد إلى ما لا نهاية ثلاثة من أقواس نص للقوة نون واضح إنها غير منتهية هندسية لازم أوجد الحدود الثلاثة الأولى أوجد قيمة را عشان أطبق على القانون اللي هو ألف على واحد نفس را إذن نجد الحد الأول ويساوي ثلاثة في نصف القبوة واحد ثلاثة في نصف ثلاثة على اثنين الحد الثاني نصف ربيع واحد على أربعة ثلاثة على أربعة طيب؟ بدأوجد را ثلاثة على أربعة تقسيم ثلاثة على اثنين وتساوي ثلاثة على أربعة ضر تنين على ثلاثة وتساوي نص هاي را نص طبعا ما نص إذا في لها حل طيب الآن مجموعة هاي المتسلسل إلى ما غير منتهية تساوي ألف على واحد نقص را ألف أكم قيمتها ثلاثة على الثين على واحد نقص نص طيب نجي هون ثلاثة على اثنين على واحد نقص نص نص شو بتسير؟ ثلاثة على اثنين تقسيم نص وتساوي ثلاثة على اثنين ضربتين على واحد إذن يساوي مجموعة المتسلسلة الغير منتحية اللي هو ثلاثة تمام الآن معنا هاي الأسئلة اللي احنا حلناها واجب السؤال الأول والتالي من صفحة 168 تطبيق مباشرة على هذا القانون للمسائل الموجودة الآن ايش مهم بهذا الدرس؟ فكرة جديدة وهي مش جديدة يعني احنا أخذناها بصفة 8 لكن الآن بنا نحلها بطريقة أسهل مما كنا نحلها بصفة 8 إيش هي؟ أخذنا بصفة 8 كيف نحول الكسور العشرية الدورية إلى كسور عادية الآن بدي أعرف كيف أحول الكسور العشرية الدورية إلى كسور عادية عن طريق المتتاليات والسلسلات اكتب الكسور العشرية الدورية بكل حالة مما يأتي على صورة كسر عادي نبدأ الحال الأولى 13 دوري شو يعني 13 دوري حينا بنحرف يعني 13 تتكرر إلى ما لا نهاية هاي 13 تتكرر تتكرر تكرر إلى ما لا نهاية طيب لو أنا أحاول أكتب هذا العدد على صورة متسلسلة هندسية هل بيثبت معي ويلة؟ نعم بيثبت هي عبارة عن إيش 13 زائد هاي 13 الأولى زائد نأخذ هذا العدد 3 بحط مكان هاي 30 ثلاثة صفر زائد أخذ الثلاثة الثالثة بحط مكان هاي 30 وثلاثة صفرين زائد إلى ما لا نهاية الألمين لحد الأول 13 طيب بدأ أوجد قيمة را كيف بدأ قسم الحد الثاني على الأول طبعا بدأ أضرب ضرب مية ضرب مية ضرب مية خلصة فاصل عشرية 3 على 30 وتساوي 1 على 10 وتساوي 10 10 تمام إذا أنا عرفت ألف عرفت را بروح لمية لمجموعة المتسلسلة كيف بدأ أوجدها مجموعة إلى ما لا نهاية ألف على 1 ناقص را ويساوي 1000 أكم 13 1 ناقص را 1 ناقص عشر وتساوي حسا 1 ناقص عشر الواحد الصحيح لو أحط أنا مفاصلة 1 أصفر لو إلا ما لا نهاية ما بتفرق معي ما بتتغير القيمة الآن ناقص العشر يساوي 10 ناقص 1 19 إذن 13 على 19 تخلصنا الفاصل العشرية ضرب عشر ضرب عشر 3 على 9 وتساوي ثلت إذن 13 دوري هي نفسها تساوي ثلت 13 دوري هيك حولتها عن طريق المتتاليات والسلسلات الهندسية طيب دائما دائما 13 دوري 14 دوري 15 دوري لو ما يكون عدد واحد دوري اعرف إنه هذا العدد هو ألف وإعرف إنه الأساس هو عبارة عن دائما عشر دائما إذن عشر تساوي را وألف تساوي 13 كمل بتطبيق على القانون وعوض هيك صارت سهلة طيب خلينا نشوف في حالة إنه يكون عندي أنعددين دوري 35% دوري ليش 35% دوري يعني 35% هي دوري تكرر هي أنا 35% هي نفسي تكرر كم المرة 35% 35% إلى ما لا نهاية طبعا لو تكتيبها شكل ملتالي أو تسلسل هندسية أول شي الحد الأول 35% زائد ده أخد هاد 35% ده أخد مكان هدول منزلتين أصفار زائد بأخد 35% ومكان هدول منزلتين الأربع منازل أصفار زائد إلى ما لا نهاية هاي ألف تبرى شو تكون عندي 35% عشر آلافة على 35% وتساوي تخلص الفصل العشرية في البسط المقام ده أضرب نفس العدد ضرب 1-2-3-4 1-2-3-4 ضرب 1-2-3-4 ويساوي 35% على 3500 وتساوي 1 على 100 وهي نفسها 1 بالمية وتساوي را إذن لما يكون ثبتها لما يكون منزلتين عدد دوري بدي يكون را دائما هو 1 بالمية وألف هي هذا العدد 35% شو ضل عليك؟ ضل عليك عملية الطاوت مجموع متسلسلة أو عفوا نحول الكسر نفس الشيء أيضا هو مجموع المتسلسلة ويساوي ألف إيش قيمة ألف 35% 1 ناقص را جمره 1 بالمية ويساوي 35% على 1 ناقص را 1 بالمية كيف أحسبها؟ 1 صحيح صفرين هيا أنا عندي 1 بالمية ناقص صفر عشرة تسعة عشرة تسعة وتسعين بالمية خلاص نفاصل عشرية مية ضرب يساوي 35 على تسعة وتسعين إذن الـ 35 30 بالمية دوري كسر عادي 35 على تسعة وتسعين 35 على تسعة وتسعين وثبتها معلومة لما يكون عندي أنا عددين دوري 35 بالمية هي نفسها ألف تكون أرى دائما واحد بالمية تمام؟ طب لو كان عندي تلات منازل دوري كيف يكون الحال عندي بهيك حالة خلينا نشوف هذا النمط شوفون الحال عندي 507 و 40 بالألف أخذيك واضح طيب الآن داكتب أنا متى تالية إيش رح تكون عندي هي نفسها إيش بتساوي 47 47 47 47 47 طبعا متكرر طيب الآن داكتش كمتة السلسلة تمام؟ زائد هذا مقدار الأول زائد دا أخذ الثاني 147 دا حط مكان 3 هدول الصفار زائد دا أخذ هذا المقدار دا حط مكان 6 منازل الصفار 1 2 3 4 5 6 طبعا إلى ما لا نهاية الآن هي ألف طبرا دا أقسم 1 2 3 على 147 ضرب خلاص الفاصل العشرية 1 2 3 6 2 2 3 4 5 6 على 1 2 3 4 5 6 ويساوي 5 7 4 على 5 7 4 في 1 2 3 وتساوي 1 على ألف وتساوي 1 في الألف دائما ثبتها كمان معلومة لما يكون عندي 3 منازل عدد دوري دائما را 1 بالألف دائما را 1 بالألف إذن را 2 ساوي 1 في الألف وألف هي 547 في الألف إذن دا عوض بالقانون ألف على 1 ناقص را 547 على 1 ناقص را وهي 1 في الألف دائما دائما أجد قيمتها 1 صحيح وهي أنا عندي هون 1 في الألف 9 9 10 9 9 9 في الألف تساوي 5 7 4 على 9 9 بالألف ضرب ألف ضرب ألف أكدنا راح يصير عندي الجواب 147 199 هي عملية تحويل 547 بالألف دوري الكسر العادي المقابلها 547 على 999 أعتقد هيك صارت سهري وبسيط هرتبها وأفكارنا عدد 1 دوري را 10 عددين 1 بالمية 3 1 بالألف تمام؟ الآن لدينا السؤال 14 دوري عندما اجتلكم التدريبات مع أسئلة الدرس وفي عندي كمان عدد اللي هو 405 دوري لأن نفس الفكرة ونفس العملية تحلوك واجب أضف إلى ذلك الواجب الموجود أمامي هنا خلينا نشوفه اللي هو سؤال 3 صفحة 168 في الرجيم أضف إلى ذلك سؤال 3 وال4 وال5 وال6 وال7 من أسئلة الوحدة بعيد معنا واجب كيف نحول من عدد العشري الدوري إلى كسر عادي وسؤال 3 صفحة 168 في الرجيم وفي عندي أسئلة الوحدة باقي علينا ما نحلت بالسابق 3 وال4 وال5 وال6 وال7 الآن حلها للأسئلة إن شاء الله برفق لكم يا كتابي وببعث لكم يا على الجروب الآن هيك إحنا ختمنا المادة كاملة متكاملة اللي أخدناها لمادة الرياضيات بتثريت ترسلات وقبلها الأكسيرانيات الأسية واللغارتمية بتمنى لكم إن شاء الله امتحانات موفقة وتكونوا ناجحين فيها ومتفوقين وشكراً لكم كل عام وإنتوا بخير